السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلاب الصف السابع وصلنا إلى قاعدة جديدة مصادر الفعل الثلاثي المجرد والفعل المزيد بحر طيب قبل أن ننجي لكلمة مصادر وأنت يا سابع بتعرفوا كلمة مصدر حكيت لكم عنها كثير أوقات الفعل الثلاثي المجرد أي لا أي زيادة فيه فعل من ثلاثة أحرف والفعل المزيد بحرف من أحرف الزيادة سأل تمونيها زائد التضعيف أي اللي هي الشدة إذن عنا فعل ثلاثي عنا فعل مزيد بحرف أحد هذه الأحرف فعل مزيد بأحد هذه الأحرف طيب خلينا نيجي على النص اللي قدامنا عشان يا سابع نعرف قاعدة المصادر شو هي شو يعني مصدر لما أنا أحكي لك مصدر الفعل ماذا نعني بمصدر الفعل وما هي المصادر هل هي أحرف هل هي أسماء هل هي أفعال جرت مباراة ودية في كرة القدم بين فريق مدرستنا وفريق المدرسة المجاورة دافع فريقنا دفاعا رائعا وفي الشوط الثاني أحرز هدفين بعد تهديد مرمى الفريق المنافس مرات عديدة انتهت المباراة بفوز فريقنا وطرب الجمهور فرحا بالنتيجة التي أسهمت في دخول الفريق في سجل التفوق الرياضي وبعد نهاية المباراة احتفلت مدرستنا إكراما لللاعبين الكلمات التي خطة تحتها هي عبارة عن ماذا نأتي حتى نحدد هل هي أسماء أفعال أحرف فانظر هذه الأسماء منونة وهنا جد مضافة والإضافة للأسماء وهنا أتت مجرورة بحرف الجر إذن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن أسماء إذن اتفقنا أن المصادر أسماء الفعل هو إيش يا سابق؟ حدث يدل على زمن أو مقترن بزمن إذن حدث مقترن بزمن الأسماء هل هي تدل على زمن؟ نيجي على الأسماء لقدامنا دفاعا دلتك على حدث؟ نعم دلت على فعل الدفاع وتهديد على فعل الزمن أهدد وفاز فريحة أكرم إذن هي أسماء تدل على حدث لكن غير مقترن بزمن إذن المصادر هنا قلنا يدل على حدث مقترن بزمن عشان نقدر نميز إذن الفعل يدل على حدث مقترن بزمن أما الأسماء للمصادر المصادر هي عبارة عن أسماء هذه الأسماء تدل على فعل تمام؟ على حدث لكنه غير مقترن في زمن ما عندنا مصدر في الزمن الماضي مصدر في الزمن المضارع لا، لدينا مصدر لفعل في الزمن الماضي مصدر في الزمن المضارع مصدر لفعل في الزمن المضارع طيب يا سابر هاي الأسماء اللي تحتها خط جاءت من لفظ فعل سمعتني وانا عم بحكي لك بفوزي جاءت من فازة إذن دافعة جاءت من الفعل دافعة جاء به دفاع هدد جئنا بالمصدر تهديد فازة جئنا بالمصدر فوز فريحة هذا فعل جئنا بالمصدر فرح دخل دخول وأيضا لدينا أكرم إكرام دافعة وهدد وفازة وفريحة ودخل وأكرم لما حكنا عنها هي أفعال وإحنا حكنا الأفعال بتدل على حدث مقترن بزمن معين أما دفاع تهديد فوز فرح دخول إكرام هي أسماء تدل على حدث غير مقترن بزمن وتسمى مصادر إذن الأسماء التي تدل على حدث غير مقترن بزمن شو منسميها؟ مصادر هذا تعرف المصادر طيب نيجي على لما حكنا مصدر لفعل ثلاثي مجرد فوز فرح ودخول تجد أنها مصادر لأفعال ثلاثي مجرد تعال ناخد الفعل يا ميس فوز جئنا بها من فازة وفرح جئنا منها من فريحة ودخول جئنا بها من دخلة طيب رح أعطيك المفتاح بنهاية الحصة فانتبه أما المصادر دفاع تهديد إكرام هي مصادر لأفعال مزيدة بحر انظر مزيدة بالألف مزيدة بالتضعير مزيدة بالهمزة تمام؟ إذن هذه أفعال مزيدة ليست أفعال ثلاثية مجرد لا، واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن المصدر اسم يدل على حد غير مقتلن بزمن معين الآن كيف يا ميس إذا جبنا فعل بدنا نطلع منه مصدر؟ كيف نصوغ إذن صياغة؟ نحن نقوم بصياغة صياغة المصدر من الفعل كيف من الأفعال الثلاثية لدينا عدة صور الفعل حمد ومعنى حمد وندم وركوع شو أفعالها؟ حمد ندم ركعة إذن حمد حمدا أو حمد ندم ناد من أو ندم ركعة ركوع عن أو ركوع الآن المزيد بحرف انظر إذا كان مزيد بالألف عاقبة بيكون على وزن فعال عقاب عاقبة عقابا أو عقاب سلم تسليم أو تسليما إذا كان مضعف على وزن تفعيل وأكرم على وزن إفعال تصبح إكرام طيب ميس شو أعمل عشان أطلع المصدر كيف أكتب المصدر إذا أنت أعطينا الفعل وتضبطي مصدر شو نعمل استخدم هذا المفتاح قام بعملية وكمل يعني نحط الفعل بنودي نحكي له قام بعملية مثلا نسخة قام بعملية النسخ سجدة قام بعملية السجود انظر الآن إلى التدريبات اكتب مصادر الأفعال الآتية مع الضبط التام الآن يا سادس سابع قعدة جهلة طربة أفعال ثلاثية مجردة أكتب هذا الحكي عندك لأنه ما في عندي أي زيادة بالفعل هو أمامك الفعل في الزمن الماضي ومجرد لكن انظر إلى با أشرق صدق ناقش هي أفعال ماضية لكنها مزيدة بحرف الآن قعدة شو منحكي قام بعملية القعود طبعا بدنا ننوّد ننوّن أوكي قعود جهلة جه لن نقوم بتسكين أو جهلا طبعا جهل طريبة طرب أو طرب أشرق على وزن إفعال تصير إش راق قام بعملية إشراق صدق قام بعملية تص ديق وناقش قام بعملية نقاش وبصبت كمان نحكي مناقش تمام نقاش الآن جبنا الفعل أخذنا منه مصدر طيب إذا جبنا المصدر بدنا نحكي الفعل الآن قام بعملية النزول شو فعلها نزل نزل نزول أخذ أخذ أمبر لما نسكن إذن هي فعلها أخذ عطش من عطيش إذن هذه أفعال الآن لدينا مصادر لأفعال مزيدة إنعام على وزن إفعال إذن أرجعها إلى أنعام أنعام إنعام هذب تهذيبا وجادل جدالا جادل أعتذر جادل جدالا الآن استخرج المصدر واذكر فعله ننطلع المصدر ونذكر الفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لنرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتروح بطانا كيف نستخرج استخدم مفتاحك ونظر إلى الأسماء نحن ننظر إلى الأسماء وليست الأفعال ننظر إلى الأسماء لدينا التوكل وكل توكلا إذن لدينا المصدر توكل هو فعله توكل توكل فلنتعاون معا في أن نحافظ على أمن وطننا أين الاسم هنا هدينا أمن من أ مي نا من أمين أمنا قال الشاعر قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا فجل تبجيلا من يفهم من يفهم ما يقال يستحق الإكرام من أكرم الطمع الطمع صفة دميمة طمعة طمعا إذن الطمع من الفعل طمعة طمعة طمعا الوقوف من وقفة قام بعملية الوقوف الآن املأ الفراغ في الجمل الآتية بالمصدر المناسب مما بين القوسين حقق محمد علي كلاي الفوس منحت مدينة أثناء شرف تنظيم نظم تنظيم أدهشني مشهد ماذا هبوط النسر يطفئ يطفئ المشعل الأولمبي إعلانا ضع المصادر الآتية في الجمل المفيدة من تعبيرك الآن فهم تنسيق جلوس إصلاح أو فأجيب على إصلاح أنتم تجيبون عن البقية قام علي بإصلاح المركبة نريد أن نعود هنا سادس سابع سوية وسريعا لنستخرج الفعل هبط هبوط أعلن إعلان فاز فوزا خرج خروج نظام إضاء مشددة نظام تنظيم إذن هذه هي قاعدتنا يا سابع قاعدة سهلة وبسيطة أي حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال ما يتردد بسؤال على الخاص إذن شو هي الآلية عشان أنا إذا كان أمامي فعل أستخرج المصدر بجيب الفعل وبحقي قام بعمليات مثلا كتب قام بعمليات الكتابة جلس جلوسا قام بعمليات الجلوس يعطيكم ألف عفية سابع دمتم سالمين